جيمي ما بعد الكابتن سهل عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي هناك كابتن خالد بيبو مدير كرة جديد هل هيشتهب بنفس الصراحية كابتن خالد بيبو ولا ممكن يبقى فيه صلاحيات مختلفة طيب خلينا أقول لك النقاشات اللي حصلت في الثلاث يام اللي فاته من وقت القصة بتاعت كابتن سهل عبدالحفيز وخلينا أقول لك ان قرار كابتن سهل عبدالحفيز هو قرار قديم وليس حديث كما يتردد انه حصل لأمور وحصل مشاكل القرار متاخد كابتن سهل عبدالحفيز نفسه بلغ المقربين منه من أكتر من شهر ونص انه في الغالب هو سيرحل عن النادي الاهلي مع نهاية الموسم الجاري فقرار قديم والرجل عنده المعلومة وكان عارف وقصة وملابسات عشان ما قشش في تفاصيل عشان الوقت هي من شهر مارس الماضي مرورا بأحداث كتير جدا حتى هذه اللحظة بنتكلم على خمس شهور فقصة بتاعة كابتن سهل عبدالحفيز هي قصة قديمة طيب الكابتن خالب بيبو ايه الكلام؟ خلينا فجأة مفجأة مارسل كولر لم يطلب كما يتردد رحيله كابتن سهل عبدالحفيزه مولوش علاقة وتم إبلاغه طيب في جالسته اللي جامعته فقط بالكابتن محمود الخطيف الراجل التقرير اللي ترفع بعد كده في اجتماع النادي الاهلي للجنة التخطيط انه الراجل قال انه لو ما فيش مدير كرة ما عنده مشكلة لو ما فيش قبل تعيين الكابتن خالب بيبو لو ما فيش مدير كرة انا ما عندهش مشكلة اصلا طيب في حاجتين نقطتين نقطتين ده في الغالب خلال الام اللي جاية اللي هيطلع هيتشاله من صلاحيات مدير الكرة رقم واحد التجديد لللاعبين اللي كان بيتولى كابتن سهل عبدالحفيز هيروح بشكل تلقائي لمدير لجنة التسويق والتعاقدات ايان كان من سواء امير او مش امير ورجعي حد تاني للمسؤول عن الملف ده لا مش يبقى فيها جديد بيتولى مدير الكرة ده رقم واحد رقم اتنين ودي نقطة لم تحسم انه مدير الكرة كابتن خالب بيبو او اي حد لن يحضر الاجتماعات الفنية لمارسل كولر مع القبيل لن يحضر الاجتماعات الفنية يحضر اجتماعات ادارية يحضر اجتماعات تنسيقية ينصك كل شيء خاص بالفريق لكن اجتماعات فنية ومحاضرات مش هيحضرها اخر نقطة فيما يتعلق بالجهاز المساعد فيما يتعلق بما يتردد انا شفت الانترو انت قلت يا كريم انه مفيش اي حد من الجهاز المساعد هيرحل كلامك صح مليون في المية لكن خليني اقولك ان الكل في فترة الراحة دي الفرقة كلها واخد اجازة والجهاز واخد اجازة الكل تحت التقييم الكل تحت التقييم لكن لما يطرح من قريب او من بعيد انه دول متاخد فيهم قرار وهيمشوا زي ما سمعنا انه لا سامة ومصان متاخد فيه قرار ماشي اليانكم متاخد فيه قرار الاتنين اللي اتاخد فيهم قرار دكتور رحمة الوعابلة والكابتن سان عبد حفيز ولما ترح بعض الاسماء في بعض الناس القريبة من مجلس الادارة رشحت بعض الاسماء لو في نية لإقالة كابتن سامة ومصان ابرزهم الكابتن هني رمزي عظيم جدا نحن السبب كميليين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا